معنا الآن من أوكرانيا أميني جاباروفا نائبة وزير الخارجية الأوكراني سيدة جاباروفا مساء الخير أهلا بك معنا على شاشتنا الحدث وفي برنامجنا الأخبار الليلة سنبدأ من التطورات السياسية تحديدا من المفاوضات كثير من الأوساط وصفت أن الأجواء أكثر إيجابية من الجانبين بوقت أنه خرجت اليوم تصريحات روسية تتهم أوكرانيا بالمماطلة كيف تبدو الأجواء فعليا بالنسبة لكم تحياتي من أوكرانيا شكرا على سؤالك دعيني أبدأ بالإجابة على هذا السؤال بصورة واضحة قدر الإمكان المسار السياسي هو مسار مستمر يتم من خلال بذل الجهود الدبلوماسية وكافة السبل الأخرى التي من شأنها إنهاء الحرب التي تمت دون سابق أي عمل استفزازي وهناك جملة من المسارات بدأها السير كوليبا وكان قد اجتمع بوزير الخارجية التركي أوغلو حيث ناقشا زيارة السيد أوغلو إلى موسكو وهناك احتمالية بأنه سوف يمكن أن التوصل إلى أي نتائج لا أستطيع أنه تم تحقيق تقدم كبير لكن على الأقل هناك جملة من الخيارات قيد النظر صراحة من خلال ما سمعته من تغطية الوسائل الإعلامية بأن الجميع يناقشوا المادة الخامسة عشر التي نقشتها الفينانشال تايمز أو نيورك تايمز لكن هذه مسألة يجب أن تتم تأكيد عليها من قبل الجانب الأوكراني نحن يمكننا مناقشة عدد من البنود والمواد بحيث تكون ذات أهمية كبيرة لأوكرانيا ولسيما وحدة وسلامة أراضي بلد نعتقد أن وقف أطلاق النار يجب أن يكون عاملا أساسيا يتم التركيز عليه وبصورة فورية وتقديم الضمانات الأمنية إلى أوكرانيا وكما قال الوزير الخارجي يمكننا مناقشة الضمانات الأمنية وفقا للمادة الخامسة من ميثاق حلف النيتو وهي التي تتعلق بتعزيز المسؤولية الخاصة بالضمانات هذه هي الدول الخامسة بالإضافة إلى تركيا إلى دول أخرى التي كلها تقدمت بمشروع مسألة تقديم الضمانات الأمنية إذا ما أخذنا هذا الأمر في عاني الاعتبار لا بد لنا أن ندرك بأن مسألة الانضمام إلى النيتو سوف تكون بعيدة ولن تحدث يوم الغد ولسيما بأنه لا يوجد إجمع بين الدول الأعضاء في حلف النيتو ونعلم أنه في المرحلة الأساسية من الضرورة أن نحصل على الضمانات الأمنية لبلادنا وهذا هو موقفنا على الأقل في الواقع تذكورين نقاط مهمة جدا عندما تتحدثين بداية على موضوع أنه في عدة أمور تفق عليها وهنا لا نتحدث عن ما نشرته فينانشل تايمز أنا أتحدث عن ما تفق عليه تقولين أنه حتى باللقاء الأوكراني التركي ما هي هذه الأمور التي إلى الآن أصبحت واضحة على الأقل أنا لم أكن في الاجتماع مع سيد أوغلو لأعطيكم ما الذي تداوله مع سيد كوليبة لكن لعلي أقول كنا قد أجرينا محادثات بناء إيجابية والوزير أوغلو أبلغنا عن نتائج زيارته إلى موسكو التي حدثت قبل يوم من ذلك ولكن لسوء طالع لا أستطيع أن أعطيكم كافة التفاصيل حول نتائج الزيارة إلى موسكو وزيارة الاجتماع التي حدثت أيضا عقب ذلك لكن لا أستطيع أن أكد بأن هناك احتمال للتوصل إلى هذين المسارين فيما يخص الوساطة التركية وفيما يخص المحادثات التي تحدث أيضا في بيلاروسيا أو التي يمكن تسميتها بالمحادثات البيلاروسية التي تتم عبر الشبكة الإلكترونية إن رؤيتنا هي أن هناك إطار يجب أن يؤخذ في قيد الاعتبار سبعة نقاط لا بد للدول أن تنظر إليها وأوكرانيا قد ذكرت ما هي الأمور المهمة بالنسبة لنا لكن قلنا في عدة مرات ووضحنا حول مسألة الحاجة للقاء بين الرئيس زيلنسكي وبوتين لأن القرارات يجب أن تتخذ على أعلى مستويات لذا في هذا الإطار قد تم وضعه وأعتقد أن كافة تلك الاجتماعات والمناقشات قد تكون تمهيدية وخطوات تمهيدية لعقد اجتماعا على مستوى الرفيع حيث تتم اتخاذ القرارات بين رئيس سيد زيلنسكي والذي أظهر قيادة باسلة لكافة دول العالم وأظهر شجاعة كبيرة في مواجهة هذه الحرب التي بدأتها روسيا بطريقة غير مستفزة وقال بأنه يرغب بمقابلة الرئيس بوتين لمناقشة وقف إطلاق النار والترتيبات الأخرى والقضايا التي تعد قيد النظر ولكن بوتين يتهمكم بالمماطلة على أي أساس في حقيقة الأمر لا أعتقد أنه يمكن أن نأخذ كل ما يقوله الرئيس بوتين على أنه الصحيح فكانت قد أظهرت روسيا نفسها بأنها بلد لا يمكن الوثوق به أعتقد أن مستوى حملة المعلومات المضللة التي تشنها روسيا كبيرة حتى أيضا حقيقة الحرب التي شنها بوتين على بلادي تعد تنطوي إلى مبررات سخيفة وغير حقيقية مثل عمليات إبادة جماعية ومتطرفين والنازيون الجدد وهذه تعبير تعد نوعا من التلاعب من أجل التغطية على جرائم دعيني أشدد مرة أخرى أنه خلال هذه المحادثات والمفاوضات كانت عمليات القصف للمدن الأوكرانية مستمرة دون أي توقف لدينا كوارثة إنسانية في مدن كثيرة بما في ذلك ماريوبول حيث الناس يقتلون والأطفال يدفنون في حدائق بعض البيوت اليوم وعلى مقربة من مطار لفيف كان هناك صواريخ كروز قد أطلقت من القوات المارينز الروسية رغم استمرار هذه المفاوضات لا يوجد وقف لإطلاق النار فالجنود الروس كانوا يقصفون المدن ويقتلون المواطنين الأوكرانيين والممرات الإنسانية لا تعمل بصورة أساسية وهذه حقيقة مرة وسوف يكون لها تابعات أساسية لهذه الحرب التي بدأت دون أي سابق استفزازا من قبل الكرملين على بلدي ولكن أيضا ولعلي أود أن أشدد أننا مهتمون بعقد مفاوضات من خلال السبل الدبلوماسية الكاملة لوقف هذه الحرب وردع روسيا لأن الحرب تقع على أراضينا والشعب الأوكراني هو الذي يموت والأطفال الأوكرانيين يلقون حدفهم لا أعلم ما هي الكلمات التي يمكن أن أعبر عنها لأشرح لكم بأن هذا من مصلحاتنا المباشرة أن ننهي هذه الحرب التي لم نشرع بها في المقام الأول لذا فإن المسؤولية تقع على الجانب الروسي وهناك سؤال إذا ما كان لديهم النية والرغبة في التفاوض لأنهم هم الذين بدأوا في الحرب هذا هو سؤال المطروح قبل أن أنتقل إلى النقطة التي ذكرتها حضرتك بموضوع وقف الحرب ودور الحلفاء بهذه النقطة سأتوقف عند اتهامات روسية توجه أيضا لسلطات الأوكرانية بموضوع الممرات الإنسانية التي تقولين حضرتك أنها ليست دائما مفتوحة ولكن في اتهامات مضادة من الجانب الروسي تقول أنكم كذلك لا تسهلون خروج المدنيين كون وجود المدنيين هو مفيد بموضوع عدم تقصية أو عدم فرض وجود قوي عسكري بالنسبة للروس كيف تردون على هذه الاتهامات؟ شكرا على طرح هذا السؤال المهم أعتقد أنه سؤال مهم حيث نفهم ما هو المنطق خلف ذلك ما هو المنطق بالنسبة لأوكرانيا وما هو المنطق بالنسبة لروسيا كدولة غازية بدأت هذه الحرب نحن لم نبدأ بهذه الحرب ونحن كان لابد لنا أن نتصدى لتلك التابعات كانت روسيا تقوم باستمرار بفبركة المعلومات وعلى مستوى الأعلام وتنشر الأكاذيب بشأن الممرات الآمنة بالنسبة للشعب الأوكراني الذي يموت يوما تلوى الآخر فإننا نسعى لتأمين المواد الغذائية والمياه لهم وأخراجهم من المدن مثلا في ماريو بول لم نستطع إجلاء الناس من هناك ولم يسمح الحافلات للقدوم لكن ما سمعنا بأن الجانب الأوكراني كان يقوم بقصف تلك الحافلات وعدم إنشاء تلك الممرات هذا هو المنطق الذي تشرع روسيا به وهذا ما تسبب بحالة من الخوف بسبب تكرار عمليات العرقل التي تقوم بها روسيا وكانت قد عكفت على هذا الأمر في سينتس بيترسبرغ في باني الحرب العالمية الثانية حيث تمت عرقلة أخراج الآمنين وهذا من قبل فرض ضغوط على أوكرانيا لاتباع إملاءاتها في المفاوضات إنه ضغط نفسي ضغط من خلال قتل الناس وأوكرانيا حتى اللحظة ترغب بإنقاذ شعبنا ومن السهل أن نفهم كل وجهة نظر تقوم روسيا بطرحها لأنها هي التي بدأت الحرب ولها مصلحة في تحقيق أهدافها ولكن حتى الآن أن التهتيكات التي تم اتباعها لم تفلح حتى هذا اليوم الخامس والعشرين مقاربها هي محاصرة البلاد وأحداث كارثة إنسانية وفرض ضغوط إضافي على أوكرانيا لننتقل إلى النقطة التي ذكرتها أيضا موضوع أنكم تريدون بالفعل وقف هذه الحرب وأن شعبكم هو الذي يدفع الثمن ومن هنا ننتقل إلى ما يقوله بعض المحللين أنه أيضا المتهمون بعدم إنهاء هذه الحرب هم حلفائكم كذلك وليس فقط روسيا موضوع الناتو أو الانضمام إلى الناتو يبدو أنه أمل مستحيل بحسب ما أكد الرئيس الأوكراني ولكن يبدو أن موضوع الاتحاد الأوروبي إلى حد ما قابل للتفاوض ولكن هل هذا يكفي هذه التصريحات الأوروبية وهل يكفي ما يقدم لكم من دعم عسكريا من جانب هذه الدول لوقف الحرب ولربح معركة يقول كثيرون إنها ليست معركتكم أنتم بل هي معركة الغرب مع روسيا أولا أننا ممتنون للغاية لكافة شركائنا وحلفائنا الذين قدموا الدعم لأوكرانيا الطعام والمعونات الإنسانية والملابس والمواد الطبية والأسلحة الدفاعية لأننا صراحة بحاجة لهذه الأسلحة للدفاع عن فسنا ثانيا بعض القرارات لم تتخذ في وقتها المحدد ونعلم أن مشكلة الناتو تتعلق بمسألة قد تحتاج فترة من الزمن ولن تحدث على المدى القريب لذا فإننا نرغب بمناقشة هذا الأمر وبدأنا بمسألة تقديم الضمانات الأساسية لأمن أوكرانيا إذا ما علمنا بأن عضوية أوكرانيا لن تحدث عضوية أوكرانيا بهذا الحلف لن تحدث في يوم الغد وموقفنا هو واضح الأمر المهم بالنسبة لنا هي الضمانات ثانيا ما الذي ترغب روسيا من أوكرانيا للاستسلام هذه هي الايديولوجية الروسية الاستيلاء على البلاد القرم ودومباس واحتلال بعض المناطق في البلاد الذين قاموا بفعل ذلك سلفا هذا هو المنطق الذي تتبعه روسيا لدفعنا على الاستسلام لكن لا يمكننا أن نقوم بتقويض القانون الدولي لأنه إذا ما تم تقويض هذا القانون فهذا يعني تدمير كافة الأسس المتعلقة بالأمن وهذا قد يدفع لاندلاع حرب عالمية ثالثة أوكرانيا اليوم صراحة هي تقوم ليس فقط بإنقاذ وحدة أراضيها وسلامتها بل الاتحاد الأوروبي بأشمله قد يكون أيضا في حالة من قد يتعرض من خلالها لأزمة كبيرة فضلا عن ذلك نقوم بالدفاع عن المبادئ المقدسة للعلاقات الدولية والنظام العالمي في حين أن روسيا قامت بانتهاكها في عام 2014 وطالما أنا مواطنة أوكرانية فإنني أعمل على التحدي لهذه المبادئ التي شرعت بها روسيا من خلال احتلالها للدومباس وذراء التي تقدمت بها ولا بد لنا من أن نتصدل لهذه الجرائم التي ارتكبتها روسيا عام 2014 عندما قامت بانتهاك وحدة أراضينا هذه الحرب سوف يكون لها تداعيات كبيرة وعندما أتحدث عن قدرتنا فلا أعني أوكرانيا بل أتحدث عن بقية دول إذا ما قارنتم روسيا مع أوكرانيا فهناك نماذج كثيرة مختلفة لا يمكننا أن نقارن بين القدرات المختلفة لكل من هذين البلدين ورسالتي التي أرغب من الجميع أن يسمعها إذا لم نستطع وقف روسيا في حربها وعملها العدائي على أوكرانيا اليوم فإن هذا العمل العدائي سوف يكون أكبر ولا يمكننا أن نتفاد بقية السينيوريهات المحتملة لأن كل غاز وكل معتدي قد يكون له طموحات لن تتوقف عند مكان ما ولكن بنفس الوقت أنتم متهمون بأنه مع استمراركم بطلب موضوع وقف الطيران أو حذر الطيران فوق أوكرانيا أنتم أيضا تريدون أن يكون هناك توسيع لهذه المواجهة كون أي ردة فعل من الأوروبيين ستعتبر إعلان حرب فكيف تردين على هذه الاتهامات ومنها ننتقل كذلك إلى موضوع الحياة لماذا ما زال هذا الشرط مرفوض أو على الأقل يعني غير مطروح بشكل جدي من جانبكم هذا ما تسعى روسيا لفعله تحاول أبتزاز الآخرين لأن هدف روسيا كما قلت هي أن تدفعنا للإستسلام السؤال المطروح هو إذا ما قمنا بالتوصل لقرار سلمي وفقا للمصالح الرئيسية لأوكرانيا والمبادئ الدولية فلا أعتقد أن هذا الأمر قد يكون مناسبا بالنسبة لروسيا هناك بعض القرارات لشركائنا التي صغرقت بعض الوقت لكنهم قاموا بفرض عقوبات التي قد تأخرت بعض الشيء وأخذت خطوات تلو الأخرى كمقاربة إن مطالبة بلادي أو مطالبة رئيسي هي واضحة وصريحة فيما يخص أن الشعب الأوكراني يموتوا بسبب القصف الجوي ما يفطر القلوب أن نرى الأطفال يقتلون يوميا بسبب عمليات القصف على الأماكن المدنية وكنا نطلب أن لا نشهد من الدول الأوروبية أن لا تشهد فقط تلك المذابح بل أن تتصرر هذه المطالبة كانت صريحة وهي مطالبة إنسانية وليست تلاعبا سياسي بل لكن روسيا كانت تستخدم هذا الأمر من قبيل الدفاع عن نفسها الأمر الذي يشكل انتهاكا لمثاق الأمم المتحدة وتقوم بإساءة استخدام هذا المبدأ لتحقيق طموحها المستقبلية لكن تأكدي أن هذا العمل العدائي وأن لن يقف عند هذا الأمر لا بد من وجود عدالة والناس في العالم الإسلامي يتفهمون هذا الأمر لأن الشر قد يكبر في مرحلة من المراحل وإذا ما قمنا بمشاهدة تلك الأعمال العدائية فسوف تمتد من رقعتها وسوف تطال دولا كثيرة هذه هي رسالتنا لا بد لنا من التصرف بطريقة موحدة شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة معنا على شاشتنا ضيفتنا من أوكرانيا أميني جاباروفا نائبة وزير الخارجية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر